مرحبا متابعينا من رحب فيكم بالحلقة رقم واحد وخمسين من القفص انا اسمي شاكر ومعنا البش مهندس عمر بودكاست تحتنا تحكي عن كل ما يتعلق الرياضة الفن وقتالية المختلطة بالاخص اليو افسي اذا ما عملت سبسكرايب شو عم تستنى كل صراحة كلهم اكمن بودكاست عربي عن الامامية سوي سبسكرايب لايك عشان تسمع اخر اخبارنا ورن هالجرس اللي تحت عمر حركة اكس بلاور حركة اكس بلاور لو سمع اسبوع ضعيف انا ما حبيت اليفنت الصراحة ضعيف جدا حتى نهاية كانت غير محمسة للأسف اولا كيف حالك شو اخبارك وكيف الحياة معك حبيبي شاكر انا مشتاق لك كلش تمام ايفنت اه يعني كايفنت ضعيف بس فيه كم شغلة بس هو نحكي عنها يعني ما كان احسن ايفنت احكي لك الصراحة بس دائما الفايت نايتس بحسهم لا مرة حكين الفايت نايتس بيفجؤوك بس خلص عم بشوف ترند كل بيعملك عشرة ايفنتس او من سبعة لعشرة ايفنتس بعدين بفقعوك واحدة بومبة عرفت؟ يعني هلا الكل عم بستنى يو اف سي ميتين وخمس سبعين وفشق كل اللي قبله يعني عندك باليو اف سي تو سفنتي فايف غلوفر تشيرا وييري بروهاسكا من ايفنت فالنتينا شفشنكو تاليتا سانتوس تايرا سانتوس وجانكوالي ويوانا جنجنجك يعني هاي فايت انتقام قبلهم في فايت نايت فولكوف وروزنستراك ما بعرف قدية حلوة وفي طبعا قابلهم كمان واحدة اللي هي هلا اللي جاي بـ 22 الشهر هولي هولم وفييرا كاتلين فييرا ما بعرف بالكومي ايفنتا بعدتا تعباني كمان بونزينيبيو ومايكل بيريرا فبقولك بتحس هيك بخدروك بعدين بيستخوك بومبة عرفت فان شاء الله يكون اللي جاي احسن من اللي شفناها بس فيه اكم شغلي هلا لما يجينهم شاكر لازم نحكي عنهم كانوا بصراحة مناش اقول العظمين مناش مناش جدا يعني انا فيه اكمن حدا عجبني الليلة في عندي هيك تحفظات على اشياء صارت خلينا نبلش يعني نبلش انا بقول عمر باول فايت للليلة ويمكن يعني انا صراحة اكتر سبميشن عزب عجبتني للليلة اللي هي اندري بيتروسكي مع نيك ماكسيموف اندري بيتروسكي شفناه على The Ultimate Fighter هذا الموسم صراحة مقاتل يعني ما بدي احكي انه ممتاز بس جيد عنده مصارعة ممتازة لعب ضد نيك ماكسيموف هلا نيك ماكسيموف المعروف عنه هو المصارعة والقرابلين اللي عنده كان الركر تاعه 8 صفر قبل هذا النزال خسر النزال بسبميشن انا كوندا تشوك او زي ما علمتنا عمر هاي برابو يمكن صح لا هاي اكبر صدمة كان للليلة هو هي ايدو اليمين يعني ممكن تكون عرب للدارس تشوك اكتر من عنكندا دارس تشوك بس شوف غلطة شو اسمه قال بتروسكي بتحكي راحت علي غلطة ماكسيموف بهذا الفايت انه عرض رقبته ل بتروسكي المصارعين كلهم شغلتهم يمسك راسك وإيدك كل المصارعة هد نارم راس وإيد طبعا اذا مسك الرجلين ممتاز بس خلني حكي الروماني اللي هي الأساس المصارع الحر ممنوع تمسك الرجلين المصارع الرومانية الأساس لازم بس راس وإيد أو تمسك الرسوغ شفتاني تمسكه ممكن خسره وإيديه وكذا بس لأنه بكونوا عرقانين بالفايت ما بيقدر يمسك إيديه أغلب المسك كون راس وإيد أو رسوغ فغلط أعطى راس وإيده قدمه قوي بيتروسكي يا زنم يشوف جسمه يشوف القوة تبعته هداك نام قبل ما يقدر يعمل تاب يستسلم فكانت سفاحة بصراحة يعني معنى ماكسيموف كل حدا كان عم بيحكي انه هدا بروسبكت هلأ جاي وطبعا ماكسيموف كان من اللي بيّنوا بالدينا وايت كونتندر سيريز وطبعا بيتروسكي كان من الناس اللي بيّنوا بيو افسي بالالتيميت فايتر سوري 27 أو 29 شاكر كان تينك 29 آخر واحد وعليه وعليه العين بيتروسكي فايت حلوة غلطة انك تعطي راسك ويدك لواحد زيه يعني بسبميشن سفاح شاكر يعني ما علي حكي السبميشن سريع لدرج يقوي يقوي عصر وعصر يا زنامين عصر وعصر بستهل حلو الفوز هي هاي يا أمر الحلو فيها كان انه اول ما اخدها خلال 3-4 ثواني كان الشاب مودع هداك وطبعا اللي حط مصاري على على بيتروسكي هاي الليلة طلع منيح لانه كان اكبر اندردوغ او اكتر واحد متوقع خسارته على هاي الليلة فمن هنقو ومنرسله تحياتنا يعني الف مبروك لأخ اندري بيتروسكي ورده ورده مننتقل عمر لنزالنا اللي بعده اللي هو مايكل جونسون مع آلن باتريك عمر بالنسبة للي انا مايكل جونسون يعني ديش احكي ما بطيقه بس من يعني من اضعف المقاتلين باليو اف سي على هيك راكورد يعني هو يمكن واحد وعشرين سبعطعش زي عداد المي جاي لهذا بس رجعنا بالزمن شوي شفنا عم بسلخ نوكاوت يعني رجعنا بقبل اكمن سنة وبنفس الوقت داستين بوريا حالك شعره ففعليا اليو اف سي عم بيرجعونا بالزمن قاعدين داع جيد من مايكل جونسون قاضية كمان كويسة ما بعرف وين رح يروح فيها وما بعرف ليه لسه عم بحاول هو أصلا عهيك سجل عنده بس بطريقة مبهرة شوي صراحة شوف احكي لك هو طبل وطبل بوكسات اوكي يعني ما عمرش بتواحد بنطبل هيك بوكسات وبضل ما ضلش واقف جونسون فقع وتفقيع لألن باتريك شوف انك تي انا بصراحة عجبني مايكل جونسون كان كان عنده شغلي حلوة بضرب بضرب الهوك اليمين كروس يمين يعني مستقيم يمين بعدين هداك بحاول يزيح شمال فشوف صار يعمل هذا جونسون يضرب اليمين ويلحق بهك محل ما رح يكون هداك انه شمال مثلا انت بدأ اضرب تحزيح شمال مثلا المتر مايكل جونسون بوكس بهوك محل ما رح يكون باتريك واقف بعد الضرب فتعب عليه بوكسات ومزبوط اخر اشي بالجولة التانية طبعا مايكل جونسون صار في فرق ضربات عم تحكي لك على 19 ضرب يركب من اصل 26 هداك بس 9 فجونسون شاكل ريعب ريعب حلو طبل طبل نوك اوت نزل على الارض نزل على وجه هامير فست ارتجاج الدماغ اداء مايكل جونسون هنا كان ممتاز احكي لك صراحة اداء زي ما كان اداء زمان يعني هيك رجعت تذكرت ايام مايكل جونسون كان كان يقدر يقضي على ناس وينهي عليهم ما بعرف ايش ممكن يعني هيا هو اخر الرمق باليو افسي يعني صار له اربع نزالات عم بيخسر وهلأ هذا النزال فازه مش عارف ايش ممكن يعملوا فيه لاحقا واش ممكن يكون وضعه بالتصنيفات مننتقل هلأ عمر احنا خلاص عم نطلع تصاعدي فش نوكاوت ولا performance of the night ولا هاي القصص بدنا نحكي عن انا بالنسبة للي كانت نوكاوت of the night يعني مش طبيعي يا زلمي مانيول توريس وفرانك كاماتشو فرانك كاماتشو اظن لسه يعني يعني شفت يا زلمي حبيت مبدأ الهوكس تعون توريس مع انه خطرة وخصوصا بالوزن تبعه يعني انت عم تحكي عن اللايتويت اللايتويت من اخطر الاوزان اللي انت تكون منزل ايديك فيها وقاعد عم بتلولح فيهم بس يا زلمي شو هال نوكاوت الرائعة شو هال ابركوت الحلوين يعني خصوصا النهاية يعني انه يستخل وان تو زي هيك ابداع كانت كاماتشو امرت دايما تحكيلي كاماتشو هو مضربة باليو سي يعني بستعملوه بانشينج باك يعني فرانك سوري اقاط اقاطعتك انا الشاكر كاماتشو فرانك كاماتشو بلش قلتلك بلش بلعب جو جيتسو وكان بطل على بس حزامل بنفسه جي وبعدين على حزامل بني شوية بطلات بعدين خلص صعبت الامور دخل على يو افسي بلش طبعا هو كان يفوز كتير بمنظمات تاني بعرف شو هي هو اي فينك من شو بسموها هاي هاي هم هيك زي ساموين ترايبز اه 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 بين فلبين واميركا اه 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 انا بذكرك اها هلا بيجيني الاسم تذكروا فهو هيك عايش حياة الجزيرة ومتجوز او حتى مصاحب واحدة عنده منها ولدين مش متجوزها ملكة جمال هاي هي جنب هواي هاي الجزيرة هلا بتذكرها على كل حال فما علينا باليو افسي بس عم بنضرب وبس شو مشكلته اللي قدامه دائما بيبين كتير منيح لانه هاد ما بيعرف يدافع بوقف زي البنشينج باق وكل حد بيحب الفايدس تابعته لانه بيعمل زي دييغو سانشيز هو بضرب بنصريع وبيعطي العالم الشو او الشو اللي هم بدهم ياه الدم والخبط بس الفرق انه دييغو سانشيز كان اندفيتد بلاحظة من اللحظات ومش اندفيتد يعني وصفاح هذا بس بنضرب وقلبه قوي بس واضح عنده مشاكل بالديفنس بنضرب عوجه خلص بضيع ملاكمته سيئة الجوجيتس وتبعته على هذا المستوى ما عم بيكون لها اي مفعول شاكر يعني اللي عنده فبس بكل الفايتس الريسنت عم نشوفها كماتشو عم بيكون زي كيس الملاكمة بنضرب بنضرب حتى اليوم اكل على الارض الحكمه نقفها يعني هيق نص الراوند الثاني وكان وهو بس بتبكس نص الراوند الاول عفوا وهو بتبكس طب 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 فاظن هذا خلص يعني بتوقع هاي اخر الفايت الو الفايت حلو هداك لعب لعب حلو بس مش قادر احدد هي تياسي من كماتشو ولا هداك لعب يعني طلع اللي عنده مزبوط بس آه مراكمة رهيبة يعني ابر كاتس فخمة يعني انا شايف انه تياسي كماتشو بس حلو الفايت كانت حلو النوكاوت انا معاك انه تياسي كماتشو لانه اي مقاتل على لفل اعلى كان شاف ال اوبنينجز او الفتحات اللي عند توريس يعني واحد زي توريس انه يفوت ويصير يلولح بيديه زي هيك اي حدا من التوب يعني كماتشو بعدين عمر بلعب قاعد كل سنة سنتين نزال واحد بطل الو داعي عرفت وكمان تكملي لمعلومتك انت كنت عم بتدور ع اسم الجزيرة اللي هو منها هي قوام 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 مية من مية ايوه فالشاب القوامي تبهدل فعليا توريس مزع وجهه ولسه ما دخل على التصنيفات بس يعني فيه الو امل كمان بس لو يسكر ايديه شوي قبل ما يأكل نوكاوت مرتبة ما ها هي شاكر يعني اليوم بهذا المستوى خلص تقدرش تفوت هاوي او شوي محترف يا بتكون ذئب بحرفيا تكون ذئب يعني خلص انت لفل لفل اشي تاني او ما تفوت خلص صرحتين حري يعني هذا شاب صغير توقع عمره اول التلاتين انحرق راح عرفت اليو افسي مش محل انه في كتير مقاتلين عرب شاكر يلا ان شاء الله اليو افسي ان شاء الله اليو افسي بفزوا اكمل فايت المنظمات هنا يعني دولية بس الوطن عربي بصير بطمح باليو افسي يزم ايش اليو افسي طب اوكي جاك عقد اليو افسي هروح تاكل كاتي وتروح تطلع حالك قبل ما تفوت تعي منظمة وطلع حالك بالمرأة وكون حياء صريح مع حالك في فرق بين الطموح بين الغباء وبين التوقيت السيء يخي طموح انا بدي اروح علي افسي ان شاء الله تمام روحت علي افسي طلع حالك بالمرأة وزنك هل انا بقدر اغلب كل هدول واخلص على top 5 وامسك حمزات وامل فلان واسوي هل رح اقدر اسوي هيك ولا لسه بدي شغل الجوح يكون للا لسه بدك شغل هذا روح ايش تغل وبعدين بيجي الوقت تفوت فهي التوقيت كمان مش بس طموح هذا كما تشوف فات انحرق يعني زيه زي كتير مقاتلين صغار فاتوا علي افسي وما ما بينوا ما كانوا جاهزين انا برأي طبعا مو جاهز كما تشوف بلش في 2017 وزي ما انت قولت انحرق هلأ الصاعد هو مانويل توريس عمره 27 سنة عمر عنده الركر تاعه 13 اتنين ستة نوكاوت ستة سبميشنز ووحدة ديسيجن خساراته كلها طبعا سبميشنز صراحة مقاتل كويس انا شايفه بعدين كل انتصاراته بالجولة الاولى ما عاد الوحيد اللي راح الديسيجن يعني صراحة مش جاي من فراغ هو من المكسيك ولقبه اللوكو خلي عينكم عليه يعني جيد جيد مانويل توريس قوي قوي فعلا قوي قوي جدا متابعينا احنا بدنا نطلع استراحة ما بين الجولات سريعة ومنرجع لكم متابعين ارجعنا لكم من استراحة ما بين الجولات عمر انا بقول نكمل ونحكي بموضوع الفايت التالية بس تفتح معاي على البراوزر رايان سبان وايون كتلابا لا يزال اما ديفي جرانت و لوي سمولكا يزال اه صح فشأناها انا هاي هنا قلتلك عندي تحفظات اليوم يا ساتر اما انا فايت زي هاي بعطيها فايت افذا نايت اما كيتلين شوكيجن واماندا هيباس عشان لعبوا فايت مش خرائية بالنسبة لفايت نسائي يعطوهم الفايت افذا نايت وواحد زي ديفي جرانت و لوي سمولكا مزعوا وجه بعض ينحرموا من هيك بونس حرام يا زلم يعني فعليا صارت اليو افسي تعطي البنات بونس بس عشان عندهم فايت اه يكون احسن شوي من القرف اللي منشوفه دايما فاشي بيقهر يا زلم يعني حرام ديفي جرانت و سمولكا تعبوا يا زلم تعبوا بعدين سمولكا بتاني راون نازل البوز نازل جابز و سفح الزلمة اه ما كان يضرب باور كتير كان الفوليوم بتاعه عالي بس تعبوا حاله مااشي اكل هوا بعدين نوكاوت بس تعبوا حالهم الشباب عرفت البودي شوت بالاخر من ديفي جرانت و الكاف كيكس اظن هي اللي وقعت سمولكا وقدر انه يقضي عليه بس انا صراحة متدايق لانه كانت فايت حلوة انا شفتها هاي شوف زي ما انت حكيت الجولة الاولى ديفي جرانت كانوا مسيطر على سمولكا يعني ممسح بوجه الارض اوكي او فجروا وفيه نوكداون الله حلوة ملاكمة رهيبة كيك ووكسنج رهيب نطنطة بالحالة بكيف بتحرك زي الزئبق يا زلمي اا الجولة التانية سمولكا دخل انسان تاني فجروا لديفي جرانت اللي بضحك الجولة الاولى ديفي جراند عنده 45 ضربة راكبة مؤثرة سمولكا بس 14 الراود التانية ديفي جراند نزل ل27 وسمولكا 56 ضربة تخيل سمولكا رفع الفوليوم منيح بالتاني جولة رفع الفوليوم منيح ما بعرف شو عمل كيف كتير حلو الترانزيشن الجوجتسو تابعه لفل مختلف شاكر عنده انفرتد قارد قارد عكسي كيف قدر من من الوضعية شبه هاف قارد عكسي يروح يركب ارمبار ينزل يحاول ياخد حركة كسر اليد يعني سبميشن اتمت حلوة كانت من سمولكا وطبعا الجولة التالتة الحظ ما حالفو لا سمولكا اكل اللي فيه النصيب خلصت بالضربة الفنية القاضية لديفي جراند بس فاي جد جد كانت حلوة يعني حسيت انه ما ما اغمع لا لوي سمولكا ما اكل نوكاوت حسيت انه خلص يعني الوضع اللي كان فيه نسرخ بالارض حاول يرجع قارد يعمل هداك بكسه شوي يأس يعني شاف انه وتعب كتير ويأس فحسيت وعمل حاله انه مغم عليه يعني مش حاسس انه جد اكل نوكاوت حاسس انه كان بس بده مهرب لانه تعب يعني اذا منعمل هلأ ريبلي حدا بيشوف دازم ارجع احضرها انه ما لحق يعمل لك ضربة قاضية من الارض انه بس هيك عمل حاله وقال سمور كأنه داخ مش عارف شاكر شو رأي مسكين انا معاك صراحي انا بحس مرات في مقاتلين ما عندهم القلب اللي موجود باقي المقاتلين عرفت فخلص بس يتعب بس ينظر بكتير بس هذا بيقول لك يا عمي يفكوا عني انا بديش هات هات الشوء اللي هي نص اللي بطلع لي بدل ما اطلع اصرف خمسين الف بطلع بصرف عشرين الف ومش مش كده فممكن ممكن سمولكا من هاي الشخصيات اللي بيقول لك أنا بديش كل هالمصاري هات امشي حالي شهر شهرين برجع بفوت فايت تانية كمان شهر شهرين وبكمل حياتي عادي ما بدول المصاري بس حرام انا شفتها فايت اف دي نايت صراحة وانقهرت لما شفت انه عطوها لحريم مش عارف فايت البنات يعني اوكي عادية بس انه زيتها شجيع اه بالضبط جائزة طردية للنسوان عشان يلا اه والله عملتوا فايت افرج كان وضعها او متوسطة بالاداء حكي فاضي صاير هاد الموضوع طردية مضبوط اه سيئة سيئة جدا بداية الفايت حلوة كانت ديفي جراند طالع منيح سمولكا برضو راين سبان وكوتلابة شاكل لعبتك انت انت بل يعني اون كوتلابة كتير حلو كيف دخل وعمل بادي كلنش يعني اشتبك بجسمه راين سبان نزل على الارض مصارح ومصارح محترف كوتلابة وسامبو مش عارف نزل راين سبان على الارض وراين سبان وضل فوق وتقيل هافي ضربوا كواع ومش عارف شو راين سبان رفسوا رفسها كوتلابة ووقف اوكي كوتلابة شو عمل اول مرة راين سبان رفسوا من وضعية القارد عشان يقوم ركض بضربة يمين كتير قوية وبعد عنها راين سبان رجع ونزلوا على الارض رجع كوتلابة دخل بالقارد تبع راين سبان رجع راين سبان لطشوا شلوت بعدوا عنه وقام ايون كوتلابة غلط راح ضرب كروس هك يمين كزيرين بوشوت بسموها من بعيد اقدمه قوية كانت ومش مدروسة زاح راين سبان يون كوتلابة كله وقع يعني وقع صار تحت راسه عند ركب راين سبان راين سبان يمعلم مسك راسه لكوتلابة على السريع هاي اللي كنت احكي لك عنها مارسلو تين اسمها اللي اختراها مارسلو قارسيا مش قريتين احقر هاي كل البرشر على هاي اللي بسموها تفاحة آدم هنا وبتخنق ومؤلم الى شكل مش زي القليتين القليتين اللي بيلعب بجوجيتسو بسمعنا بيعرف انه القليتين حركة المقصلة بتعتمد على خنق تدريجي وبدك تستنى شوي 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 بخف الاكسجين الواصل للدماغ لحد ما يحس حاله اختنق الشخص او بده يدوخ بعمل تاب هاي الحركة عبارة عن قطع للحنجرة ما عم بمزح اول ما حد يمسكك هيها بتعمل تاب ما معك مجال ما بتقدر تستنى هي مش خنق انه خلينا حاول اطلع هاي زي حدا حطلك ضربة فاس على الحنجرة يا ما انا ماكلها وما عم بمزح بس تاكلها بخلص حلقك برتهب زيني مفلوز وحلتك هالي على السريع مسكة هي عيون كتلابة حاول يطلع منها وراين سبان حاول يطلع صح وراين سبان عكس حركة الهروب تبعت كتلابة صح اللي هداك كان يعمل تاب بأول ثاني يعني من احلى السبميشنز شاكر اللي بشوفهم باليو افسي هاي مين عمل اختها 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 جون جونز عملها بليوتو ماتشيدا حطوا على القفص بس هداك نام هو واقف فلتو جون جونز وقع اذا متذكرها هاي نفسها مارسلو تي اسمها يعني اه انت برأيك انه كتلابة كان عم بحاول يطلع بالطريقة صحيحة انا حسيته حسيته خرب ع حاله زيادة لما لفه وقاعد لا ما هي هاي الحركة لو انه ايده موجودة زي حركة المقصة العادي راس ويد او حتى بس راس اكتافك فيهم حرية الحركة بتعبط وجهه بتحاول تنزل تخفف براشر هون شو بيعمل واحدة ماسكة راسك والتاني ما تعودجي بشكل هيك زنده على ترابيسه وعرقبته عشان ما يقدر يدافع البس معنا يشوفها مارسلوتين ما فيها وقت ثواني الدفاع الوحيد تبعها اذا اكلتها انك تنزل ع ركبك وتلف وتعطي خصمك حركة الاعتلاء الكل للماء انه يزم ها بتنامله على ظهرك محاولة انه تفلت هل هي كان فلتت بس راين سبان الازعر شو عمال نط لف معه انه نط وضل ماسكها معظم الناس ما بينطوا وبتفلت فهو دافع صحك وتلابه بس هداك ابن حرام يا زنمي يعني وللعلم تخيل يا زنمي راين سبان بالمؤتمر الصحفي حكالهم رح اجي قدامه وامسك راسه واخنقه وانيمه بهذه الطريقة شو رأيك اوف اوف اه لا بيخوف الزلمة يعني عارف شو عم بيعمل هو مشهور فيها هاي 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 سبميشن of the night لازم سبميشن of the night هاي اكيد هو اخذ عليها برفومنس of the night راين سبان وبعدين راين سبان يزال من ضخم للايث هافي ويت يعني جدا جحش الولد مش مزحة اه حبيت كيف كمان بالتاكداون بيطلع منهم يعني عنده مش تاكداون ديفنس بدي احكي كيف برجع بيوقف بسرعة لما يصير عليه تاكداون بعرف يتصرف بهاي المواقف اه نزال جيد الصراحة راين سبان هلأ رفع تصنيفه لرقم 12 اظنصار خليني اعتكد لكم بس متابعينا اه مية بالمية صار رقم 12 من رقم 13 يعني شوي شوي عم بيطلع بالتصنيفات صراحة حلوات 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 27 صار هلأ الركورد تاعه اه كمان نتمنى له كل التوفيق وال تمام عدي قولتلي تصنيفه 12 الاثنى عشر مش بطار ابدا يعني اه بالاثنى عشر هلأ صار اه على عموم مندخل هلأ على يعني مش عقب بديش اسبسب كتير على البودكاست بس بدي احكي انه بعصة الليلة اللي هي يان بلهوفيتش مع اليكزاندر راكتش النزال كان انا كتير كنت مبسوط عليه صح الشباب بكبسوا بعض راكتش راكتش بتحمل ضرب على وجهه يعني قد ما بدك انا انبسط عليه كتير من المقاتلين الصاعدين اللي كتير متحمس عليهم انا كنت بهذا الوزن اه الاوتبوت او كمية الضربات اللي كانوا التنين يضربوها شبه متساوية بلهوفيتش زي ما عودنا دايما عنده الهوك على الجسم بعدين الايد الملتفة من فوق بالجولة التانية شفنا راكتش ب اطراح محاولة اطراح اطراح كتير حلو كان واخد فل كنترول على بلهوفيتش سيطر عليه لتقريبا اربع دقايق من الراوند بكس وجهه لبلهوفيتش وهذا طبعا بلهوفيتش عينه مفتوحة واظن هلأ رح يضطر يطلع لفترة ويعمل عملية بعينه من وراء هذا الموضوع بالاخير يا زلمي قد ما ضلو يعمل تشك للكيكس تعون راكتش ما اعرف اذا هي تشكينج للكيكس او ان المدافع على المدافع بيركبته عن الكيكس راكتش رجع رجله لوراء وبتقدر تشوف الركبة الركبة وهي يعني الرباط قاعد بنقطع الموضوع الصراحة انا كان نفسي راكتش يفوز عشان يلعب ضد الفايز بين تشيرا وييري هلأ صفة رح يرجع يان بلاهوفتش هو المنافس على اللقب صراحة مش مش بطل محمس الزلمة يعني راكتش هيك مسلي اكتر تحسته الفايت الاول راكتش فجر بلاهوفتش فجر راكتش باول جولة الجولة التانية راكتش سيطر اكتر هلأ كتير كتير شفنا لج كيكس من بلاهوفتش ضربات على الرجل لا راكتش وضربات بالرجل للكاف البطة للرجل الامامية من راكتش لبلاهوفتش هلأ اذا بتذكر شاكر وقالت لك لما يكون في عندك ملاكم او كيك بوكسر بنطنط كتير بتحرك وستايل وقاله ببعد بتطع بره برجع بفوت بسرعة انت بدك تعطل الرجل الامامية تبعته عشان ما يقدر يفوت ولا يتحرك وحتى ما يقدر يبدع عن ضرباتك بصير هدف ثابت فعشان هيك راكتش من اولها شفت كيف بلاهوفتش بضربك هك يمين على البطن وهي مشهور فيها وبلحقك بهوك بعيد هيك هي ميكر عوجهك باليمين ولبسها لراكتش واحدة مضيفة يعني اكلها واحدة او تنتين فراكتش عشان هيك حبي يعطل الرجلين بلاهوفتش لانه بلاهوفتش ستايلو بنطنط لجوه بوب بوب هوك على الجسم هذا تخيل انك انت هيك واحد عم بنط بضربك وبرجع بدك تقطع الرجل الامامية عشان بطل يتحرك فشغلتين الضرب على الرجل اصلا بحط برشير كبير على الركبة تاني اشي فيه اكام واحدة صدهم لهوفتش كمان ممكن يكون ودمرول الركبة واضح انه رباط او غضروف اشي كشفنا الركبة تحركت ومرات شو بيصير شاكر بتكون انت مملك اشي بس صابونة الرجل او مفصل للركبة بيكون بوضع معين الغضروف بنزل جواته بالعقل فمرات انت ونازل على الدرجة ممكن تقطع غضروف رجلك فهذا يشكل اللي صار انه رجع داع مع كل هالضرب صار في فرط الفايت انا بحكي لك لو كملت انا اللي شفته من بلاهوفتش باول جولة بقول بس تاني جولة يزال مراكتش ضارب بلاهوفتش مخزق وجهه بلاهوفتش ضارب بوكس واحد لراكتش اوكي عنده لق كيكس وكذا بس كبوكسات يعني بتبهدل بلاهوفتش بالجولة التاني الجولة التالتي كانت متساوية لالله يعني كل واحد مراكب على التاني خمس ضربات بس صار اللي صار فهي ظلم لراكتش او مش ظلم يخسر بسبب اصابة والخصم تابعه يحتفل وكيف وصير نطي يسم اهبل انت خلص زق فيه يكن يلا يسيدي ماشي بس ما بتحتفل يعني هاي متعرف عليها بعالم الفنون القتالية بشكل عام اذا فوزك كان بسبب اصابة خصم ما بتحتفل بتعمل حالك زعلان بتقضع ركبك انه لا اخد مني الفوز الحلو اللي كنت ممكن احققه بس بلوهوفيج يزيل اجدى بدائر يس يس اي لايك اي لايك مش عارف ايش بس الفايت مش بطارك انا امر زي ما انت حكيتها بتعرف بس بدي اطلع هاي المعلومة عشان اكمل معاك البهدلة على بلوهوفيج انا حبيت انك دقيت فيه خلص لاني انا مش طايقه صراحة اه اه ايو عمره 39 سنة يا حيوان قاعد تحتفل انه اللي ضدك وقع لورا وقطع هي طلعت ACL انجري عمره يعني كمان مش مزحة اه حرام رباط صليبي رباط صليبي انقطع وهذا الزلمي هل لو دي يقعد 9 تشهر عذاب عذاب رح ي يعمل علاج طبيعي ويقعد يتعلم يمشي اكل خارة الزلمي تطلع تحتفل زي الاحمار ما كان الها اي داعي وبعدين وهو طالع من الفايت وراجع القفص على اللوكر روم جوه بيعملوا معاه مقابلة وقال اه هو كان مبسوط جوه القفص وهي هي his happy place يعني مكانه السعيد بالقفص وهيك طبعا مكانه السعيد ما كان هو تحت راكتش عم بتبكس وبياكل صرامي بوجه كان عنده حركة تريانجل ماشي حاله بس مع التعرق تلع منها راكتش تفاجأت انه هذا هذا على الارض كان مع غلوفر تشيرة كان زي السمكة برا المي شكرا عم بشتغل على مزبوط عم بشتغل على مزبوط يعني كمان لما واحد زي راكتش ياخده على الارض بها السهولة مزبوط مزبوط يعني اظن بلاهوفيتش عنده بلاك بل جيجدسو بدي اتأكد من هاي المال هو عنده اتوقع بني بني واسود هلا بتأكد بس شفت التيك داون اللي طعمها راكتش لبلهوفيتش السنجل لغ رفع رجلو بعدين سويت اه قعد قعود رائع رائع لا تيك داون ممتازة عشان هيك انا بقول لك متحمس كنت على راكتش كتير يا زنمي هايو بلاك بلت جيجدسو اندر كاميل ومينسكي اند الرادق تورك هذا شكله ما اخده من سوق الجمعة البلاك بيت اه لديك بلاك بيت المزبوط شوف شو عمل فيه بلوفر تيشير اه اه اشترا عبسطة اه 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 وبيقهر بيقهر صراحة يعني انا هلأ مش كتير متحمس اني اشوف اه بلهوفيتش يلعب مع تيشير مرة تاني اذا تيشير او انه اذا اذا يري بروهاسكا ان شاء الله يري بروهاسكا يفوز اه ان شاء الله على العموم اه عمر اظن احنا هيك نكون نخلصنا نزالات اليوم اه خلينا نحكي بشوية اخبار اه وبعدين بدنا نرجع نعمل اعلان سريع عن مسابقتنا اه حكينا انا اياك هيك اليوم بموضوع بضحك صراحة يزلم بي جي بان نازل على الانتخابات تتصوت او لا اه شفت صح صح بي جي بان نازل على انتخابات محافظة هواي او ولاية هواي ممكن يفوز ممكن يفوز بي جي بان بعودو يزلم بس اسطورة يزلم اسطورة عندهم هذا انا بانتخبه احسن من كل هال ام الزفت من احسن من كل الفاسدين اه والله بس مش خبرية هاي اذا شو بدو بالسياسي هاد والله ما انا عارف يعني مشكلة حرام هو المسكين باخر اكم من سنة تبهدل يعني في اكتر من فيديو فايت لبي جي بان بتبهدل واكل بتتذكر الاماناري رول من راين هول باول عشر ثواني من النزال بعدين اكل نوكاوت بالشارع يعني انفضح هو الزلمة وهلأ ناوي ينزل على محافظة او يسير محافظ هواي نتمنى له التوفيق سعادة المحافظ بي جي بان امر بخبر سيء الصراحة كين فلاسكز نمنع من البيل للمرة الثانية يعني ما ادر انه يدفع الهرام اللي عليه والقاضي حكى انه كين فلاسكز ما عنده اي نوع اعتبار يعني ما عنده اعتبار لروح الانسان طبعا يعني لو هذا القاضي انسان محترم كان كان عرف انه الزلمة اللي طخه او طخ عليه كين فلاسكز هو اللي ما عنده احترام لحياة الانسان اشي بدايق صراحة رح يلحب هذا البس تغربه يعني مواضحة انه قضية واحد اغتصب يعني او تحرش جنسي او اغتصاب عمده سنين لابنه او ابن اخوه شغل زي هيك لفلاسكز طخه قتله طبعا لا تنسى اميركا اذا المقتول الابيض والقاتل المكسيكي فيه عنصرية واضحة ممكن ضل تلعب ضد المكسيكي بس ما بدي افتي احنا ما بعرشو القصة يعني بس اه خبر سيء يعني ما اخد ما قدروا يكفلوا فراح يضل مسجون عبير ما يحكموا اتوقع انها راحت عليها بفكرة ام يعني جريم القاتل بالنهاية والله يفرجها علي يا سيدي يفرجها على كل السجون المسجين في السجون الاسرائيلي مسجين البريئين عمر مناش مسجين يفلت ام في اخبار اخرى عمر اسلام مخاتف اه بده يلعب مع اوليفيرا وبده ينهي على اوليفيرا سبميشن على الارض فا يعني اوليفيرا معروف طبعا هو اسطورة حاليا ويمكن احسن ججيتسو بتاريخ اليو افسي عنده سبعتاش او طمنتاشر سبميشن وين اه خيالي الججيتسو ثاو فهل فكرك اسلام مخاتف ممكن يطلع براس بالجججيتسو ثاو والله شاكر انا خلص يعني هذا اسلام ما خاتشف ما رح افتي لانه الواضح انه عم بفاجئنا كل مرة واضح انه هل ممكن يفوز اه ممكن يفوز وقت وقت شو اسمه جيلبرت بيرنز بقولك لا ايه زرامي وينك وين بس ما شفت شو عمل بيرنز هداك حمزات حمزات شمايف هداك حمزات شمايف انت عيش عم تحكي احنا فين وانت فين اسلام مخاتف والله العظيم اسمعت حمزات شمايف الساعة 9 الساعة 9 ولمهندس لازم ينام اسمعت حمزات شمايف يلعن اخت التياسي مان اه بقول شو مالي بقولك اه اه اسلام اسلام مخاتف اكيد اكيد بتطلع راس مع اوليفيرا اسلام مخاتف يعني هارد ووركر ما عنده اداء رهيب بعدين اداء واطي خلص كونسستنت شغيل حراث بتحسه كونسستنت يعني متناسق اداءه وهيك اكيد ممكن يعمل ضرر كبير على اوليفيرا اكيد يعني اذا 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 عالارض عالواقف يعني انا شايف الاشي الوحيد اللي اذا ممكن اوليفيرا يتفوق عليه على اسلام مخاتف اللي هي بسبب طول اطرافه و اوليفيرا فرجانه مرعب بصراحة يعني بتحسن هو مش تحسن هو اصلا سترايكر مجنون بس انه السترايك تبعه مجنون فاذا استخدم طول اطرافه هيك ممكن يغلب باسلام مخاتف واذا اسلام مخاتف شمط على تيك داون انه لزق فيه زي العلك الى اوليفيرا ممكن ثلاث جولات خمس عفون خمس جولات عبارة عن انه السام ما خاتشف زي البس اللي قاعد فوق بس هيك قاعد فوق اوليفيرا شوية بوكسات تزهيق شوية بوكسات تزهيق اتكد ممكن يعني اه ممكن عنا خبرين عمر وبعدين نحكي عن المصابقة تاعتنا الخبر الجاي هو تعرف قصة كينهن اللي قلتلك عنه الزلمة اللي عنده شركة تسويق ومانجمنت للمقاتلين اه اللي بيقولوا عنه انه تبع عصاباته مش عارف شوه مية بالمية المطلوب من الانتربول اف بي اي واحدة من هدول جماعة بحث جنائي امن وقائي امن وقائي كلهم مدهمية له كلهم مدهمية فالحكومة الامريكية اعلنت عن ستمائة شخص ممنوع يدخلوا على امريكا من وراء علاقاتهم مع هذا الشخص وعرضوا جائزة خمسة مليون لاي معلومات تيجي عن هذا الشخص ما يعني في كتير مقاتلين مرتبطين فيه يعني هو لانه عنده كمان بسوقهم ويدعمهم ماديا وكذا هلأ بالمقال حاطين صورته مع تايسون فيوري ما بعرف ايش علاقة تايسون فيوري معاه بس هذا كمان ممكن يأثر على الكارير تايسون فيوري فغريب هذا الزلمة بدي اقرأ اكتر عنه واعرف شو قصته انا انا بدي اقرأ يعني هو مطلوب باميركا انه اذا راح بنحبس ولا بدهم معلومات بشكل عام مش فاهم هو اذا تنفس باميركا مبدئيا راح يختفي زلمة يعني شكلهم حمضين عليه صلهم فترة الله يستر منير رزاز لا 100% لانه سأل عن الموضوع هذا رمح بيت افتح الموضوع زيان فبقول ان شاء الله يعني انا متأكد ومش بتأكد اللي بيعرف منير بيعرف ان ولا عنده خبر حرام عم تقطع الاخبار انه ولا عنده خبر الاغلب شوية سبونسرشيب بنعمل او شي زي هيك مش اكبر مش اكتر من الموضوع بس بس يعني سبونسرشيب ولكن هل بدأ نقرأ الموضوع انا كمان حاب عارف عندي فضول كبير 100% اخر خبر عمر وهو مش خبر هو فعليا اعلان انا اكتر تويتر اكاونت صرت احبه بالعالم هو لاكتر مقاتل بكره بالعالم اللي هو باولو كوستا يا زلمي مسفح مسفح وعن بفقع ضحك عليه وعلى اجوبة دينا وايت لقيله يعني هديك اليوم منزل صورة لباولو كوستا باولو كوستا منزل صورة لدين وايت وقاعدة بحضنه روز نوى يونس طبعا هي بالصورة الاصلية بيكون جوزها لروز فبس يعني بلا وتفضحش حالك وباولو كوستا بده يطلع من العقد تاعه مع اليو اف سي بس يطلع يروح وين ماشي ممكن بلاتور عرضوا عليه ممكن هذا على أموم بس هاي هيك معلومة سريعة بيدبر حاله الرزق عند رب العالمين شاكر مش عندانا وايت بيروح ايجل اف سي هناك كيف عليهم هلأ بس عمر بدي دقيقة دقيقتين من وقت المتابعين احنا الأسبوع الماضي اعلننا عن مسابقة وهلأ بدي اعلن شخصيا وامدد المسابقة لكمان أسبوعين وعم بامدد لاسباب صراحة لانه البودكاست النا رح امدد زي ما بدي المسابقة هي رح نعطي جيفاوي ل بوستر لواحد من افضل مقاتلين بالنسبة لي بالتاريخ اللي هو دونالد كاوبوي سروني متابعينا اذا بدكم تحصلوا او تحاولوا تربحوا هاي البوستر هذا الفيديو مو الفيديو اللي قبل هذا الفيديو رح ينزل على انستجرام ولمدة اسبوعين اي حدا بعمل كومنت وتاج لصحابه وبعمل نافولو رح يدخل على السحب اعملوا شير مع صحابكم اعملوا تاجز يعني كل ما كل ما اشتغلته بطلع لكم فرص اكتر انكم تربحوها طبعا كاوبوي ضيل له نزالين باليو افسي وبعدين بده يتقاعد وهلا عنده فيلم بالسينما اسمه ترر ان ذا بريري على ما اعتقد وشكله طالع زي كلينت ايستود وهيك ممثل ممتاز متابعينا ما تنسوا تكتبوا كومنتز معاكم اسبوعين فرصة للربح بوستر جميلة نبعتلكم اياها وين ما كنتوا بالعالم ما تحرمونا كمان من السبسكرايب واللايك واسمعونا على كل منصات البودكاست على يوتيوب ستوديو الجمهور وسوشال ميديا قفص امامي شكرا لكم تصبحون على الخير اصبوعا خير اصبوعا خير شكرا للمشاهدة